رجعنا لكم مرة تانية ونستم كمالين معاكم حلقيتنا وصلنا دلوقتي لستوديو الحديث هنروح من القصة بتاعت الطاقة ونروح بقى شوان اتكلم عن الاهلي معنا في الستوديو التحليلي النهاردة صخرة دفاع النادي الاهلي في التسعينات واحد من اهم ابرز نجوم الفانيلا الحمرة راح بطولات كتير وجاب بطولات كتير مع الاهلي انتقل للاهلي من غزل المحلة معنا ومنورنا كابتن عمر الحديد نجم الاهلي السابق ولا يكلمنا الحقيقة عن مباراة الاهلي والبنك الاهلي مبارح وكمان مشوار الاهلي في كاس العالم الأندية بقيادة مارسيل كولر برحب بك يا كابتن منورنا في قناة الاهلي في الحريف التحديد خلاني نبتدي بثلاثية الزمالك مكسب الأهلي على الزمالك بس اقولك الحاجة الفترة اللي كان كولر جي فيها الراجل في اي مؤتمر صحفي كان بيتكلم ان الناس كلها بتقولوا الملف بتاع السوبر اول ستة اسابيع تواجد كلموا على الملف السوبر قال لهم انا بمشي بخطوات ملف كل مباراة على حد الراجل استفادت مباراة سموحة بروفت مباراة الزمالك تأييدا لامكانيات الراجل في مباراة البنك الاهلي اختار ثلاث حاجات او سبع تمن حاجات هو حققهم بالفعل ثقة كولر في كم الاصابات اللي ظهرت له وهو موجود بعد ما هو اقتنع وثبت شكل تشكيل ابتدى يعيد حسابته وما حسس الناس ان القماشة ما ينفعش يطلع منها العيبة كتير بدأ من الاول زي ما بقول تثبيت طريقة اللعب وهو اقنع الناس كلها على الشكل العام للرؤية اربعة اتنين تلاتة واحد وهو هو شغال بيشتغل اربعة واحد اربعة واحد ودى مهام لي زي ما بقول عليه شادو سترايكر الفرود الخافي انا بسميه الفرود المزيف الزكي اللي هو مثلا زي الناس كلها عارفة ان الفرود اللي موجود هيبقى ما بين شادي ما بين شريف بقى كهربا قبليه كان برستاو ابتدى يعمل روتيشن عبدالقادر لو دخل جوه كهربا يغطي مكانه لو قفش دخل جوه كهربا يغطي مكانه ما بيناش حاسين اللعيبة كلها فهمت الدرس انه تكتيكيا من شط الاولاني ازاي بقى موجود تحت الكورة ازاي اشتغل كتلة واحدة ارتفاع مستوى الاداء الجماعي والفردي الجماعية اللي احنا شفناها الفردية وهي دي بقى لازم تتقلل الناس بالترتيب محمد هاني حسين الشحات زكاؤه في بس الثقة لرامي ربيعة رغم ان الاعلام والميديا قالوا ان رامي احتمالي ينتقل وفي ناس ابتدت تتكلم معامل رؤساء قندية حتى حتة معينة سبت فيها الشكل فكره ودهاؤه ان الراجل الخافي هو حمد فتحي وليس افشة ولا حسين الشحات ادى لكل واحد مهام يشتغل بيها خمس حاجة ارتفاع مستوى البدن اللي عبت الناد الاهل بقى باين بقى باين عندنا اللعيبة بتدي الشغلة قدية وان ما بيقدرش بيشاور وبيحصل التغيير زي ما احنا شفنا بياخد من اللعيبة اللي هو عايزه يعني مثلا الناس بتقول له هو احمد عبد الناد المشفاي قال لهم انا باخد منه الجزء اللي انا عايزه لمدة ستين سبعين ديئة وانا بيدي له اريحية يشتغل المروغة واحد على واحد صح بعد كده صفقات زبطت التشكيل سبتت نمرة واحد كريستو هو القادم الناس مستعجلة عايزة تشوف المحترف صحيح احلى لقطة في الموضوع اعاد علي معلول معاه لمدة معينة عشان يقول له مين هو كائن الناد الاهل هو جاي طبيعي عارف من انيسبو جلباني الشكل العام ازاي هو ده الدور مش في الملعب بس بره الملعب ازاي اتكلم شبل صغير اعرفه الكيان ده لا يقل عن فرق اوروبا حضرك شايف ان كريستو في اللي جاي هيبقى فارق جدا مع نادي الاهل لو رجعت بالزمن شوية كان الناد الاهل ايمان والجزء جاب امير سعيود ما استعجلنا عليه عشان نشوفه في ورقة ما كملتش في الناد الاهل شفناه بعد كده في بطولة افرق كريستو هو الصغير اللي هيدلع على حسه الكبار وهيبقى في يوم من الايام ركائز اساسية لفريق الناد الاهل امكانياته شكله جرأته شخصيته بتقول كده اما قلت لحدك ضوابط التشكيل اللي دخلت بالصفقات خالد عبدالفتاح احنا الناس بنقول ممكن اجرب فروت ممكن اجرب لعب نص مالعب زي مروان بس اجرب سرد باك اول مرة يجرب ماتش اهلي وزمالك اختبار صعب والماتش اللي بعديه اكافئ نفسي واقول له العب باك رايت وغير شكل اللعب للاجهاد اللي جي الكوكا وادته باك ليفت ونزلت فاخري باك رايت الموضوع هي دي وماشي للناد الاهلي انا بقولها هو مقص دار شاطر فصل اشيك بدلا للناد الاهلي باللعاب اللي جايبها اللي هو حلوة جملة اوي تاني تاني هو مقص دار اللي هو كولر فصل احلى بدلا للناد الاهلي في الشخصيات اللي جايبها الراجل بيقول في المؤتمر انا لو جبت زي وزي اللي عندي يبقى اللي عندي اولى اجيب اللي برا يبقى فيه فرق بينه بين اللي عندي اللي هيجي من بره في فرق هيضيف فيحصل عدوى من اللعيب المصري لللعيب المحترف اللي جاي فأنا هقلده الناس بسط بعين وعين هو هيبقى اللي جاي زي برونو سافيو لعيب كويس بس كلمة برازيلة حطط له تحت اسمه ميدخط ميدخط حططه تحت ضغط معين كمان مصطفى ميسي انت مستعجل من الميديا ومن اللي حواليك ده انت جاي وانت نجمع أصبر هتجيلك شادي زي مشريف صبر وجاتله في مطشين ثلاث أهداف كافئ نفسه أولا كافئ المدير الفني ثانيا انت يا شادي فرود كويس أنا راجل سير ديباك بحس فرود كويس بتجيب ألعاب الهواء بتجيب اللعبة برجلك لتنين عندك من بس هي النادي الأهلي بيقول كلمتين اللي ييجو جوه يبقى نجمع عشان يخش كيان النجمية اللي بيجي من بره يبقى نجمع فيخش جوه عشان يكمل كيان النجمية انت مستعجل أصبر ما تستعجلش ما تطلبش انك تطلع إعارة ولا تروح في حتة إيامك جاية ممكن في مطش وقا حتجيب جون واثنين تغير المفهوم طبعا هي وهي دي كورة يعني زي ما حضرك بتقول المثال بتاع محمد شريف محمد شريف يمكن كم الضغط اللي كان عليه حتى هو نفسيا أعتقد انه ما كانش متأكد انه هيقدر يرجع بالقوة دي مطش أهلي وزمالك يجيب جونين ولا أرواح الجون الثالث كان يعني أنا هقول لي أني كنت متوقع أني هعمل على فلنا الهدف رقم خمسين فجبت الواحد وخمسين هخش غير الرقم وشيل الصفر وحط واحد انت مقتنع فمركز الراجل مبارح في المؤتمر أنا قلت الكلام ده في أحد القانونات المرئية ومسموعة أربع حاجات الراجل وهو بيتكلم قال أنا جات لي فكرة مجنونة أن أنا ألاعب كهربا فسألت جهاز الفني المعاون ليا هو كهربا لاعب فرود قبل كده قبل ما نقول وجهة نظر كهربا أو قبل ما نقول كفاءة كولر لكهربا وكفاءة كهربا والرد الجميل لكولر يسمي كيري محلل الأداء اللي كان مع كهربا في سويسيا هيكون هو بعث النبض للراجل أكتر من المساعدين إذا كان كابتن سايد كان مدير الكرة أو الكابتن سامي أم ساو أو مشيلي ينكون أيا كان أنت في الوقت ده وانت بتختار كهربا هو لعب 63 دقيقة كفأك في مباراة سموحة والناس شككت المنافسين شككوا في نقطة معينة قالوا المساحات اللي كانت موجودة واستغلال الفرص وعدم تقلق الهاني سليمان هو اللي علق اسم الكهربا طيب من غير بقى كلام ماتش الزمالك راجل بتحرك صح ربط بينه بن حمدي صح سروباس أكثر من رائع لحسين الشحات ونعمل لحسين شابه الفترة انت بتزيد عشان الناس برضو كانت مشككة فالناس بدلا ما هتحاربك قرويا بتهدي فيك نفسيا الكلام سوشيال ميديا لأ الناد لأهلي ما بتهدش الناد لأهلي ما عندوش الضغاء والأحقاط للغير أنا ماشي ومريش دعو بالدور حولي مش عايزة أقول المسألة اللي بتقال على الجملة دي بس هي أنا ماشي ومريش دعو بحد الراجل مبارح رد في أحلى تصريح لي يهدي كل أجواء الوسط الرياضي انت توعي الجمهور الأهلي بايه اللهم هو اللي قابلي وعد هيعمل ايه صح أنا مسافر أولا ما وصل المغرب أفكر في أوكلان لا ده من مبارح بعدما فرحنا ان احنا نهينا 11 مباراة فوز واربعة عادل وصلت للنقطة 37 هأجل الدور العام لغاية ما رجع له زيه زي أفريقيا وهفكر في 11 ولا 12 يوم بتوع كاس العامل الاندي هو ده كولر شخصية متزن تكلم كويس هو ده المشروع اللي الكابتن محمود الخطيب يتراهن عليه مظبوط والحقيقة هو مشروع ناجح يعني ده حقيقة بما اننا كلمنا عن استفقات خالد عبد الفتاح وكريستو عايزيني الكلام عن المرعون عطية هقولك على حاجة اللعب بينهي الكلام انت عايزت روح لناد الأهلي آه رغبتك آه خلاص ما تدوريش بعد كده هو ده شخصية لناد الأهلي انا ما جيت لناد الأهلي مع كابتن صالح في بيت كابتن صالح وانا بوقع قال لي انت هتنضي ببناج قلت له اتمنى اوقع لناد الأهلي ولو في العمر وعمر انت بتتكلم في خمس ست سنين لو في العمر وعمر اكتب بس انا مش عارف انت مقتنعة بتحبي حاسة ان المكان ده هو ده اللي هيرضي تموحك وهيحقق لك احلامك ما تتردديش لحظة هو مروان شكل لناد الأهلي بص الرئاكشن بعد ما كهرباء جابوا الجون الدكة كلها رحتل اولهم شريف وشادي وكهرباء وكريستو انبارح اولا ما عمل الجون هو مروان شوف التقلق هو بيحضن محمد شريف لو انا هغيب غيب غيب وما هدفش وهدف اهلي وزمالك التاريخ ما بيتنسيش طبعا انا موافق طبعا يا مباراة هم خلينا نروح من الأهلي وكولر واللعيبة ونروح لغزل المحلة وزمالك تفاركت على مواتش ده طبعا انت مصمم اكايب النديين برضو لا احنا بنهدي الأجواب وبما انا حضرتك كنت في يوم القاملة في غزل المحلة فايزك تقول لي فنيا شفت مباراة دي بصي كل مدير فني بيشتغل في المحاضرة بتاعته بيقول حاجتين الحاجة الاولى لو مكسبتش مخسرش والحاجة التانية لو حققت المكسب انا حملت اعلى تارجد كنت ما بات مش هحلم ان انا وصل عبدالباق جمال عايز يقول اللي هو وضعه هو وبابا فصيلي والمدير الفني الاجنبي انا هكمله على قد الامكانيات بيتي القديم غزل المحلة على قد الامكانيات وعلى قد الالفة الموجودة او التوليفة بتاعته اللعيبة هم لعبوا على قد امكانياتهم احترموا نادي الزمالك ضغطوا في فكرهم خسارة نادي الزمالك من نادي الاهل المباراة اللي قبلها قبلها بتلاتة ايام استغلوا ان الفرصة اللي جات مش هتتكررتين فالفرصتين اللي جنبوا جنين مدير فني زكي استعمل اخطاء والفجوة اللي بتبقى ما بين السرد باكين في نادي الزمالك اللي ما بين حسام عبد مجيد ومحمد عبدالغاني او سيد نمار او شيفو ايا كان الصغرات اللي بتبقى خلف خط الضهر الفرصتين او الصروهين اللي تلعبوا هم اللي جنبين مطشوات اهلي وزمالك مطشوات محلة وزمالك مطشوات محلة واهلي بتوصل لدرجة تركيز اكثر من 150% ان هو ده المطش بيطلع ثلاث حاجات نجومية اللاعب لو مدافع او فيروت بيحرز اهداف المراقبة للنجم اللي انت بتلعب عليه اذا كان في اهلي ولا في زمالك فبيوصلك في حتة ان النظر لك عرض الاسمك للاندية الكبيرة اهلي وزمالك وفيوتشر وبيريميدز وفارقه الاسماء والتحاد الفرق اللي عايزة تعمل انتقالات خلال الموسم او في نهاية الموسم فده زكاء نقول عليه طبعا او نقول عليه زكاء انت هتتكلم في حتة دي في طمع نفسي لنفسي ثم المعاونة الجماعية للاسم المكان اسم المكان هو غز المحل خرج بالطلطة بنت انت مش متخيلة من انبالح هيعمله ايه انا عارف عشان انا عاشت ده مش متخيلة هيعمله ايه المدرب الزكي هو فحر اسمه عبدالباقي جمال اما هيقوله المحل فاز على الزمالك هيقول المدير الفني عبدالباقي جمال هتتقال كده التاريخ هيقول كده فهو الراجل حقق حاجتين ثقته في لعبته وعلى قد امكانياته وعلى قد امكانيات لعبته احترم الخصم وخرج من مباراة البر للامان بتلاتة بنت ولا بموت شاعله خلينا بذبط نرجع انت شوت كامل مضغوط قدر يصمد بعد اما دخل فيه ضربة الجزاء في شوت التاني كمل المباراة ان هو يقدر يوصل للدقيقة تسعة واربعين وهو اتنين واحد صح نرجع للأهلي تاني اه بسلامة اه بسلامة ونكلم عن مواجهة براح الاهلي مع البنك الاهلي وفوزوا بواحد شفت الموتش ازاي اقولك الحاجة مش موضوع شوف ناس ازاي الناس كلها شافتوا ان الراجل بيتطمن على كل لعبته بصفت بيرايح محمد هاني بيتطمن على حسين مش عايز اقول تجربة لو النادي الاهلي تجربة يبقى انا دخلت اعلى انواع الجامعات جامعة كبيرة لو هي تجربة ما هي التجربة في مين فا اعلى مستوى رياضي افريقي عربي بقى عالمي بقى انا مننضمن العالمين ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي اما بيجيبي اي ضيف اجنبي بيقولك احنا عارفين النادي الاهلي بكيانه والاستورة اللي موجودة جواه كابت محمود الخطيب انت في الوقت ده هرجع للقطة الناس لازم تعرفها كوكا اما لعبه محدش بص ان قابليها بمطشين في مباراة سموحة كان واقب بعد المباراة بيكلم معاه هو مصطفى ميسي ده زكاء نفسي ان انا بتعامل مع اللعيب بتاعي وبهيقه لللي جاي فاما هيقه لعبه ماتش البانك دي واحد واما حس ان هيبقى تدع عنده اجهاد نتيجة الضغط العصبي اما غيره عشان يبقى مطمئن عليه هو مسافر اما جرب خالد الروتيشن الغريب بقى سردباك بكريت بكليفت كله فوقت واحد اما ديته لو هو ما اخدهاش ياخدها مروعا ولو ما اخدهاش ياخدها حمدي فتح في ماتش الزمالك ولو ما اخدهاش حمدي ياخدها خالد انتي بتكلمي انت عندك في كل ماتش هدي ماتش ادي تلاتة ادي اتنين ما نعرف ان الاتنين المسافات قريبة المسافات قريبة يعني انت ممكن ما تديش منقف زماتش للشناوي عشان تسعين دقيقة ما رحتلوش حاجة لا ما هو الشناوي مش دوره بس يبقى تحتلت خشبات دوره للمجموعة اللي قداموا كلها يبقى انفوقها طبعا جديد في الملعب يعني جربتي كوكا جربتي خالد جربتي نص الملعب لمروان من البداية يبقى انا كان عندي زكاء اطمنت على مروان وديته جزء في مباراة الزمالك فهيأته لمباراة البنك خالد بقى جزء من الكيان وسبب حيرة للراجل اما تيجي تدور بكريته ولا بكليفت بقى عندك اللي يحللك اللغز اللاعب الجوكر اللي يقدر ينفس داك اللي انت عايزه اطمنت على العمر السلية بعد الاصابة دخلته في الجيم عشان تدوله الاحساس هو التمرين يزود بدني بس شكلا اما احساس المطشط حاجة تانية دخل بقى في حتة تانية يطمن عليه دخلت كل اللاعبة حتى لو ثلاث او اربع دقايق اللي مثلا شادي انت دخلت خدت الاحساس الاحساس من بره شيء والاحساس جوه البساط لا قدر شئتين صح مزبوط نروح بقى ليه الحدث الاكبر واللي بنستنى بعد حوالي 6 ايام كاس العالم ومشاركة الاهلي في كاس العالم ونتكلم عن اول مباراة الاهلي واوكلين سيتي كاس العالم للاندية الاهلي لكذا مرة بيبقى موجود الناس عايزة تفسد فرحة ان النادي الاهلي مسافر يلعب كاس العالم للاندية وما بتيجي تتكلمي وتجيب نقاط ما لهمش دعوة بالكورة يتكلمك هم مين الاسماء دي هي ايه الفرقة دي ما نعرفهاش يا راني المدريد دي مش معروفة ما حدش يعرفها مش وصلة لأي حد يا عمي خليك في نفسك خليك انت معروف يعني انا بس بقى انا عايزة تجي زي عايزة تجي جنبي عايزة نبقى احنا الاتنين هناك نبقى موجودين ايا كان ايا كان فرقة انا ما بكلمش على فرقة ببقى بشكلها وبعينها النادي الاهلي بيحقلك والناس زعلت في السوشال ميديا انا كنت كاتب لو النادي الاهلي حب ومجلس ادارته ياخد قرار لسادات غرام الكهرباء احنا السبعين مليون ناخد جنيه ندفع السبعين مليون جنيه الكهرباء الناس زعلت وقالوا ازاي يقول كده هو النادي الاهلي ما بيزيتش على لعيبته وبالبلد باللغة البلدي ما بيش حدش على لعيبته بس انا قلت اللي انا حسه وانا موجود شفت في النادي الاهلي 120 و130 ألف الراجل الكبير والستة الكبيرة والطفل الصغير بينتمي فواحد قال لي هم مين قالك انهم سبعين احنا مية وخمسة طب هاتلي المية مليون والمية وخمسة مليون اما بتيجي تقول له انت صغير تطلع زي مين دلوقتي بيقولك زي صلاح بس لو رجعت بالزمن يقولك يا كابت المحمد الخطي بيبقى بطريك ما بيقولكش حد تاني بيقولكش اسمها تانية هو شايف ان هم دول الرموز للكورة القادر اي حد بتكلميه كبير صغير ست راجل يقولك يا كابت المحمد يعني النادي الاهلي يا حقي انت بالنسبة لك احنا بينا مية مليون بعد ما قشل زمالك رحنا مية مليون ما بينا السبعين فانت زائلت من الجملة دي انا بحب النادي الاهلي لحمك تافل عمر الحديدي من خير النادي الاهلي فانت ما تيجي تتكلم انا بتكلم بالله انا حسه انت خدت الجزء اللي انت عايزة تعمل عليه بروباجاندا عايزة تعمل عليه فيلم بس الفيلم خلاص سيطة ملحقش الكامل يعني في النهاية في النهاية حضرتك لما قلت ده اكيد من قبل ما يتبقى لاعب اكيد حضرتك من جمهور النادي الاهلي خلينا نقول ونفسك انه النادي الاهلي ما يبقاش فيه ولا ازمة لكن خلينا نقول برضو انه ان شاء الله يا رب ازمة كهربا هو كهربا هو اللي عمل ازمة مش كهربا كهربا اللي عمل الازمة لا هو عمل الازمة في ايه في امكانياته في صموده في تركيزه هو سكت طول الست شهور بتكلمش ما عملش مشاكل نزل في الملعب 457 يوم وحقق معادلة يتمنها الخواجة يتمنها النادي الاهلي صعبها اكتر اما فيتوريا قالك حلوا مشكلة الراجل ده انا لازم اضموا منطقب مصر الناس زيادة ما انا سميته انا سميته كاكا الكرة المصرية هو كهربا فولت عالي والكهربا وعضاء مصر كلها في مبارات الزمالك وهو برضو نجم كبير وفي بيته بيته اللي هو اتربى فيه في الناشئين وهو عارف وبيعمل ايه احنا بنساند عشان هو بيحب بيته واحنا من جوه البيت ده فبنحب الكيان ده فبنخلص للمكان ده بأي شكل فهم يعني ايه احنا بنتفرج اللي دونا وتبقوا زينا ان شاء الله لا 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 مش حد يقدر يبا زينا ان شاء الله طيب انا عايز ازعى حديث احنا اول مطش قلنا هنبقى اوكلان سيتي شايف احنا ان شاء الله بتوقعاتك كده هنروح لفين هنوصل لفين بس المباراة الاولية بتاعت اللي افتتاحية دي بقاليها شكل مختلف بتديك دفع الباقي المباراة بالضبط المطش ده انا متأكد ان الرجل هلعبه بأسلوب من النهاردة هتلاقي كولر بيزاكر هو ده المدارب الناجر ده حقيقة بيشتغل على المطشات على مدار اوكلان سيدي على مصدار كاس العالم السنين الماضية بيشتغل وبينقل نقاط الضعف وبيشتغل عليها وبيعليها في نقاط القوة عنده بيشتغل بأسلوب المحاضر المعلم الزكي انا بشتغل المحاضرة اللي انا محضر لها الشغل بشرحها اللعبتي وبسهلها بطريقتي أسلوب اللعبتي احنا فيه ثقة ما بيننا مش بتاعت يوم وليلة والأهم يا ميرا دي لازم نستعرفها الدكتور خالد معتاز الجوادي الراجل اللي بيترجم بشوش بيترجم بكل كلمة بدون زيادة او نقصان يعني المنظومة كلها للصالح العام انا احد افراد المنظومة الفنية لترجمة كلام الخواجة ونقل كلام اللعيبة للخواجة الكلام ده صعب صعب ان الراجل بيسمع من زكاء الراجل في المؤتمر سألوه سبع تمن اسئلة بارح انت بتكبصي بقى عشان تخلي الفرحة بعد التلاتة بونت تبقى مؤجلة هو انت لسه مصمم ان اخر معادي يوم 28 هتجيب الفيرويد هو الفيرويد دافين هو كابتن امير توفيق خط قرار ولا لسه هو موليكة ولا حد تاني هو امكانية النادي الاهلي والاصابات هتبقى جاهزة عشان السفر بيدور على اجندة النادي الاهلي مين رايح فين يعاملكش دعوة هو الراجل اضراء الراجل وصل لك نسيقة كورة كولر في لعبته ان الاهلي كان عنده مستشفى بيقلل منها عدد المصابين انت مصمم انك تسأل ان المستشفى دي كاملة ولا لا في ربط ما بين كولر والدكتور خالد في ربط ما بين كولر والكابتن سيد في ربط ما بين كولر واللعيبة واهم حاجة كابتن محمود نديله الصلاحيات مفتاح اعمل اللي انت عايزه انت المشروع اللي انا اترهي انت علي اخر سؤال عايزة لحضرتك عنه هل شايف انه الاهلي لسه محتاج مهاجم بعد الاداء اللي شفناها بعد الروتيشنز وزي ما حضرتك بتقول تغيير اماكن لعيبة وشوفنا اداء انت دخلت شريف في التهديف اللي هو كان محروم منه فترة وفي الطريق شادي وكهرباء كهرباء تاني شادي سترايكر مش سترايكر صريح اذا كان هو ولا تاو يعني انت مبارح الراجل مدل تاو مبارح عشان نطمن عليه مدل متولى عشان نطمن عليه ده زكاء مترد رغم ان المبرأة في حد يقول ان بعد مبرأة الزمال يتغير ست لعيبة في الملعب انا واصق في القماشة فانت بالنسبة لك مهما هتقنع الناس انت عايزة فرود من انصف الفرص من اقل فرصة يجيب جول يعني الاهلي لسه لازم فرود حتة خط الظهر رامي قفالها تحب تقول ايه اخيرا لجمهور الاهلي وكمان للعيبة ان شاء الله رايحين كاسل عالم لو لقبوا البارون مش لكولر يقبوا جمهور النادي الاهلي الله 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 جمهور النادي الاهلي هو المساند وعمره ما كان المعاند بيساند في الحلوة والمرة بيوقف جنبك لما لا نهاية هو اكسير الحياة هو اللي بيدي النبض والاحساس النفسي والمعناوي والمادي للعيبة مزبوط النادي الاهلي عمل من والجزء النادي الاهلي بيعمل اسماء لعيبة بيعمل اسماء مدربين بيشهر ناس كتير أقل حاجة للكيان ده إن احنا نخلص له عشان هو بيبدلنا نفس الإخلاص هو طول عمره مخلص فما بيقولش أي حاجة ما بيعرضش مساوي طول عمرنا القوضة بتاعتنا قدت اللبس مقفولة علينا ما خرجتش برانة أكرة الباب اتفتحت احنا مولدين من جداد وإحنا داخلين بنعاتب على اللفات احنا مولدين وبنعاتب على اللفات ما بيخرجش برانة ما عندناش حد ما بيشتغلش لصالح الكيان ما عندناش حد ما بيقولش حاجة عكس المتبع عليه تربية وتعليم احنا بنتربى في النادي الاهلي رياضيا سلوكيا لحياتنا الخاصة تعليم إنك نجم وسط كيان كبير اسم النادي صح يمكن من كلام حضرتك يمكن احنا عندنا كابتن محمود الخطيب من كلام حضرتك ان احنا عندنا غرف المغلقة وده مهم جدا انت عمر ما رئيس النادي هيتطلع يتكلم عن لعب عنده يقول اللعيب اللي عندي بيعمل كذا وبيعمل كذا وهو ده الحقيقة اللي بيفرق النادي الاهلي عن باقي الاندية حضرتك نورتنا وانا اتنورنا تاني ان شاء الله بعد ما نادي الاهلي كده في اول ماتش نجيب نتيجة كوائية كابتن خطيب والنادي الاهلي باسمه لرموزه لغيط دلوقتي بيكرم محمد عبوهي برحمة الله عليه والدته والناس كلها محمد عمرو متنسى هو موجود في قلوبنا باللي احنا شفناه وهي هو النادي الاهلي بقيمه وما بدءه حضرتك نورتنا ومشكرك شكرا جزيلا هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم حلقتنا استنين